أول كلمتين يا أولاد معايا في الدرس ده كلمتين شبه بعضي جداً أنت لو حفظت الأولى أكنك حفظت التانية بالظبط اللي هي كلمة ايه؟ متجدد يعني ايه متجدد ده؟ renewable 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 أول مقطع يا أولاد اللي هو الـ R و الـ E re الـ N-E-W new أكنك بتقول كلمة نو جديد وآخر مقطع اللي هو A-B-L-E renewable متجدد قول معايا renewable متجدد renewable متجدد طب غير متجدد non-renewable 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 يعني ايه renewable يا أولاد؟ يعني حاجة متجددة ما بتخلصش مهما نستخدمتها ما بتخلصش زي مثلاً الميا زي الرياح زي مثلاً الطربة ما بتخلصش لكن الغير المتجددة هي بينة من اسمها مش بتتجدد يعني اللي انت بتاخده أو بتستخدمه منها خلاص صعب جداً اللي انت تعوضه زي مثلاً الفحم والبترول والغياز الطبيعي يبقى انت عندك كلمة متجدد renewable وغير متجدد non-renewable renewable non-renewable طيب عندي كلمة خشب معنية ايه؟ wood wood شجرة mango mango tree mango tree mango tree فحم يعني coal 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 سلبيات cones 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 قرار decision decision قرار decision decision بترول oil oil طبعاً oil يا ولاد ليها معنى تاني اللي هو زيت بس احنا هتاخدها بمعنى بترول oil oil نقود money money خطأ wrong wrong مرة اخرى again 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 طاقة الرياح طبعاً انت طاقة متجددة التلات تقضل يا ولاد متجددين خلي بالك wind energy wind energy على فكرة كلمة energy لوحدها معنىها طاقة يريد تقولها معي energy طاقة energy طاقة energy طاقة energy طاقة wind energy طاقة الرياح solar energy الطاقة الشمسية solar energy solar energy الطاقة الشمسية wave energy طاقة الاموك wave energy طاقة الاموك wind energy يزداد حجماً يزداد حجماً يعني يكبر أكتر وأكتر ينظر من خلال تعبير مهم جداً يعني لو أنت مثلاً عندك بلكونة عايز تقول إيه؟ أنا بنظر من خلال البلكونة أقول إيه؟ عادي جداً طب لو عندك شباك عادي جداً يبقى لكاوت أوف يعني إيه؟ ينظر من خلال ينظر من خلال يعني لكاوت أوف ينفذ يعني يخلص مهمة جداً قول معايا ينفذ رناوت يقطع مهمة جداً جداً يقطع مصادر الطاقة أنيرجي سورسيز مصادر الطاقة أنيرجي سورسيز مصادر الطاقة أنيرجي سورسيز اللي احنا بنصنفها المصادر المتجددة وغير المتجددة هنا بقى أولاد مقسم لي مصادر الطاقة زي ما قلتلكم لطاقة متجددة زي الويند أنيرجي وزي الويف أنيرجي وزي السولر أنيرجي ومديني مصادر بقى الغير المتجددة زي الفحم كول والغاز جاس والايل اللي هو البترول يلا بقى بنا نشوف جزء الريدنج السهل جداً جداً اللي بيتكلم على شجرتين مانجا ده بيجاننج بداية القصة يعني سارة وملك أختين كلمة ايتش يا أولاد معناها كل ايتش سستر كل أخت هاد كان عندها خلي بالك أن الهاد دي هي الماضي من الهف والهاز الهف والهاز معناهم يمتلك يبقى هادها كانت تمتلك أو كان عندها أو كان لديها كلهم صح كل أخت كان عندها شجرة مانجا جميلة شجرة مانجا جميلة فين شجرة المانجا دي؟ نكستو بجانب هر هاوس بيتها كل واحدة عندها شجرة مانجا جنب البيت بتاعها Every year وكل عام Every year كل عام The sisters الأختين دول ايت أكلوا طبعا ايت هي ماضي ايت ايت أكلوا بيوريفول مانجا جميلة أكيد طبعا كل واحدة عندها شجرة مانجا فهيأكلوا أحلى مانجا بيوريفول مانجا جميلة Their children كمان أطفالهم Played لعبوا Under the trees تحت الايه؟ الأشجار طبعا بالتحديد هما شجرتين بس شجرة دي وشجرة دي The middle منتصف القصة One day ذات يوم في يوم من الأيام ملك سيد سيد يا أولاد هي ماضي سي سي يقول سيد قال ملك راح تقيلة ايه؟ I don't need mangoes I need money Don't يا أولاد معناها لا وneed معناها أحتاج يبقى don't need لا أحتاج mangoes مانجا أنا مش عايزة منجا أنا لا أحتاج منجا أمور انت عايزة ايه؟ ستة ملك I need money أنا أحتاج نقود Let's cut down هيا بنا نقطع cut down مهمة جدا نقطع my tree شجرتي هي بتتكلم بقى على الشجرة بتاعتها هيا ملهاش دعوا بشجرة أختها يلا بينا نقطع شجرتي I can أنا أستطيع sell أبيع sell أبيع ذوود الخشب وفعلا نفزت اللي قالت عليه وقطعت الشجرة she cut the tree قطعت الشجرة and she sold sold يا أولاد هي ماضي sell sell يبيع sold باعة والمعاية sell يبيع sold باعة وباعت ذوود الخشب باعة الخشب بتاع الشجرة ملك was happy في الوقت ده ملك كانت سعيدة جدا لأن هي باعت الخشب وبقى معاها فلوس فكانت سعيدة ملك was happy لكن طبعا السعيدة دي مش دايمة next year العام التالي بعدها بسنة sarah's mango tree آه ركز بقى دي شجرة المنجة بتاعت سارة أختها سارة النصحة الشطرة اللي ما قطعتش الشجرة ولا باعت الخشب شجرتها لسه موجودة sarah's mango tree grew bigger and bigger يعني نمت أكبر وأكبر كبرت ويزاة حجمها eat gave طبعا هنا بيقصد بيها الشجرة يعني gave هي ماضي give give يعطي طب gave أعطى give gave give gave الشجرة أعطتها gave سارة أعطت سارة more mangoes منجة أكتر وده طبيعي انت بتتكلم بعدها بسنة فأكيد الشجرة كبرت وي المنجة اللي فيها زادت فقدتها منجة أكتر وأكتر the end نهاية القصة ملك looked out of the window فاكرين التعبير ده look out of ينظر من خلال ملك نظرت من خلال النافذة أو الشباكة طبعا ما كانش فيه شجرة ولا فيه أي حاجة there was no mango tree لم يكن هناك there was no يا ولاد معناها لم يكن هناك mango tree شجرة مانجة she had no mangoes ما بقىش كمان في مانجة and no more wood وما فيش خشب لإن هي باعة الأصل فولا بقى معاها خشب ولا بقى في مانجة وكمان تلاقيت في لصة رفتها يعني خسرت كل حاجة أختها قالت لها إيه don't worry لا تقلقي don't worry لا تقلقي والمعاية don't worry لا تقلقي plant this mango seed إزرعي بذرة المانجة دي plant يا ولاد معناها إزرعي this mango seed بذرة المانجة دي and it will grow كلمة well معناها سوفة يعني البذرة دي سوف تكبر أو سوف تنمو into a back tree لشجرة كبيرة into a back tree لشجرة كبيرة بذرة المانجة دي